حصة التقييم المحور التنقل المفاهيم حاجة الإنسان والحيوان إلى التنقل التنقل عند الحيوان براً وبحراً وجواً أجيب واحد كيف يتنقل الإنسان؟ يتنقل الإنسان مشياً على الأقدام اثنان هل يحتاج هذا الطفل إلى التنقل؟ أكتب نعم أو لا وأعلّل إجابتي لماذا؟ نعم يحتاج هذا الطفل إلى التنقل لقضاء حوائجه اليومية أصلح الخطأ يستطيع الإنسان محاكاة الحيوان في جميع أنماط تنقله لا لا يستطيع الإنسان محاكاة الحيوان في جميع أنماط تنقله أتأمل مجموعة الحيوانات وأستخرج العنصر الدخيل بوضعه في إطار بطة ضفدعة نعامة تمساح دولفن أعلّل إجابتي الدولفن هو العنصر الدخيل على المجموعة لأنه لا يستطيع العيش خارج المياه كيف تستطيع البطة التنقل في الماء؟ تتنقل البطة في الماء بمساعدة الغشاء الجلدي الذي يوجد بين أصابعها والذي يمكنها من السباحة أصلح الخطأ وأعلّل تطير النعامة لأن لها جناحان لا تطير النعامة رغم أن لها جناحان الخفاش طائر لأن له جناحان الخفاش يطير لأن له جناحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر